افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني بحضور سمو لامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد أكاديمية جاكور لاندروفر للتلمذة المهنية في عمان وتوفر الأكاديمية التي تعد الأولى من نوعها إقليميا الفرصة للشباب الأردني للالتحاق ببرامجها في مسار تقنية المركبات بما يؤهلهم لسوق العمل داخليا وخارجيا وأكد جلالة الملك خلال الافتتاع أهمية توجه الشباب الأردني نحو التدريب المهني في ظل الطلب المتزايد عليه معربا عن فخره بالشباب المتدربين بالأكاديمية لاهتمامهم بتطوير مهاراتهم في مجال تكنولوجيا السيارات ما سيقلق لهم فرصا عديدة في المستقبل ولفت جلالته إلى أهمية الأكاديمية بحيث تكون نموذجا للشركات الأخرى لإقامة مشاريع تخدم الشباب وتوفر فرص العمل مشيرا إلى دور الإعلام في تسليط الضوء على الفرص التي يوفرها التدريب المهني المتقدم للشباب وحسب الأكاديمية التي أنشأتها محمودية موتورز الوكيل الرسمي لسيارات جاكوار ولاندروفر في الأردن فإن الطلبة الملتحقين ببرامجها يتلقون التدريب مجانا كجزء من المسؤولية المتماعية حيث يستطيع حاليا الراغب بالتدريب مما يمتلك مهارات محددة التقديم عبر جامعة الحسين التقالية وتفقد جلالة الملك قاعات التدريس والتدريب في الأكاديمية واستمعت جلالته إلى شرح من نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المحمودية باس ملحس حول مراحل التدريب العملي والنظري الممتد على مدى ثمانية عشر شهرا داخل مشاغل صيانة السيارات والغرف الصفية في الأكاديمية مشيرا إلى اتفاقية التعاون بين الشركة وجامعة الحسين التقنية بالإضافة للاتفاقية مع وزارة العمل وبرنامج خدمة وطن وبيّن أن المتدربين أو حال اجتيازهم الامتحانات العملية والنظرية سيحصلون على اعتماد الأكاديمية في المملكة المتحدة ليمكنهم من المنافسة في سوق العمل على المستويين المحلي والعالمي مشيرا إلى الطلب المتزايد على هذه المهارات في المنطقة والتقى جلالته بحضور رئيس مجلس الإدارة محمود ملحس بالطلبة الملتحقين في الأكاديمية من جامعات الحسين التقنية ومن برنامج خدمة وطن وتحدثت المتدربة أماندا الشاعر أول طالبة تلتحق بالأكاديمية عن تجربتها في التدريب مقدمة عرضا لجزء من المهارات التدريبية التي اكتسبتها وعرض رئيس المدربين رفيق حسان والمدرب عماد يارد ومديرة استراتيجية التكنولوجيا والسيارات الكهربائية نادية هديرس إجازات عن كيفية تطبيق أحداث الأنظمة الميكانيكية والكهربائية المستخدمة في التدريب